الزمالك ويه فوزه الغالي اليوم على زيسك ويونيتد بهدفين أشرف بن شارق ويه مصطفى محمد شفت المباراة ازاي طبعا بص خلينا نقول فوز مهم جدا فوز ممتع لسه انما فوز مبشر اه جدا برضو ليه لان هو فوز منظم الزمالك ظهر النهاردة بيلعب بالنظام جيد جدا مع باتريس كارترون ويمكن دي كانت النقطة اللي كارترون بيراهن عليها لما رايح للعيبة في ماتش طنطة الناس كتير كانت بتسأل ازاي تاخد رزق بالعنف ده بس في الحقيقة لما تدور وراء المدرب بيشتغل ازاي المدرب يا جماعة علشان يعلم اللعيبة حاجة لازم يدربهم عليها وعلشان يعلمهم كويس لازم الانتنسيتي او القوة بتاعت التمرينة تبقى عالية فما ينفعش في الجدول المحطوط ده الزمالك كان ياخد الجرعة التدريبية اللي تخليه يلعب بالنظام ده الا لو اللعبة دي كلها ارتاح فهو كان مجبر على الخطوة دي لاهمية مباراة زيسكو انه ياخدها في مباراة طنطة ونجح اختبار الراجل او نجح اختيار الراجل مرتين نجح في ماتش طنطة لانه كان حطت على الدك ناس تنقذوا لو الامور تقزمت ونجح النهاردة بشكل كبير انا شفت الزمالك منظم جدا بمعنى ان ظاهرين الجنب مش بيزيدوا في الهجمات دي طريقة باترس كارتيرون مش بيزيدوا بمعنى ان هم مش هم اللي هيلعبوا العرضيات ثم هيكونوا الامان بتاع الجناحين لما الجناحين يحاولوا يعملوا عرضيات شفت اشرف بن شرقي فيه الربع ساعة الاولى قادر يهرب من الرقابة قادر يختفي قدام المدافعين بيتشوف لاتشرف بن شرقي نسخة الوداد بصرح بالضبط كده اكتر من برد نسخة الوداد مية في المية شفت الفريق كله داير حوالين فرجاني ساسي فدي كلها امور مبشرة للغاية وبالتأكيد المكسب الاكبر بالنسبالي في مباراة اليوم هو مصطفى محمد وصفى محمد دا راجل عنده خيال اللعيبة بتاعت الكورة هي نوعين لعيبة موهوبة عندها خيال وموهبتها قادرة ان هي تحقق الخيال دا وتخليه حقيقة ولعيبة بتقدر تقول عليها لعيبة مصنوعة لعيبة قوية لعيبة بتضيف حاجات تانية في الكورة بس لما يبقى عندك لعب عنده خيال دا حاجة يميتها كبيرة جدا فرجاني ساسي كان سهل النهاردة ما يعملش البصل ونجمه يجرب يشوت على الجول سوق عنده عين عنده خيال هو عارف كويس انه نجمه اكيد في اللحظة دي بيجري وهيستنى الكورة وهيستلمها وهو بيجري نفس الموضوع مصطفى محمد في الباص عنده خيال العيبة دي هي اللي بتدي الزمالك وبتدي جمهوره وامل في الموسم انه يبقى موسم كبير ان شاء الله